لما العبدالي الشعاسي بقى أنا رحت أستاذ موسى صبري كرئيس تحرير المجلة اللي مشتغل فيها وتعطت منه أن أسفل كورسعيد أغطي اللي هو مش عبيه هناك ووصلوني بمخبرات المصرية كان فيه أخاز التجول لأنه كان فيه حجوم على قائد الناسي كانت الساعة أشهر وشوية كغيرية مشيت كده شوية وفجأة كده لقيت واحد أنه كان فيه إزاي إلا واحد جميل ليه قالي لا 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 تعال تعليم عني فأخذني على بيت بلا حافظني وبرعا وبطير احنا كلنا عارفين حبك البلد قد إياه في الظروف اللي زي دي الستة زي راجل بالضبط مش عايز أصحبك للصبح ولا قبلها دي راحت مني كمان مش عايز ألأجيال اللي جاية ما تعرفش الأبطال بطاحت بروحهم عشانها الستات اللي بتحارب الإنجليزم المالجونات وكان اللي سخيرة فستهيني مش عسلمين أنا معلمي حكتب كل حاجة خطو خطو مش واحدة لهم من كان في المطاومة الشعبية ليبت التحاول في تاريخ البشرية الحديث كانت معركة خسنة تحاول عندها مجرد كالفة تاني يوم لقيت المنصودة بيتوزع على الناس لكم ساعد وينك يا مينة؟ ما عايزك لما تكتبع مني هو لنا نحن ناس عادية بداية جدا لما انطير رمتش في الشيطة اللي باختفة بسربيج على بلدنا بنقرب أستنى وصل الجاي بعد كده اعرف ان الرواجز هيقدر اعرف ان الرواجز هيقدر فتحة دول التماء أوطاء الحقيقين وكل ما التكرهم بقرأ لهم الفتحة